سيدي هل لك أن تصف لنا حال الذهول هذه التي ستصيب الناس الذين سيشهدون هذا المشهد هل سيكون موتهم سريعاً هل سيكون سابقاً على الدمار أم لاحقاً على الدمار أو جزء من هذا الدمار قبل أن ندخل في موضوع البحث بسم الله الرحمن الرحيم تقصد مشهد فناء العالم مشهد الفناء هذه اللحظة التي يتوقف فيها العالم طبعاً هناك قبل أن يأتي الفناء هناك ما يسمى أشراط الساعة علامات الساعة في علامات الساعة الصغرى وذي بدأت بيعثت النبي عليه الصلاة والسلام وعلامات الساعة الصغرى كثيرة مثل أن يوسد الأمر إلى غير أهلي إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة ومثل الأشياء كثيرة أن تلد الأمة ربتها أن ترى الحفاة العراتة رعاة الشاه يتطاولون في البنيان كما جاء في الصحيحين وهناك العلامات الكبرى مثل ظهور المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم ويقتل المسيح الدجال ومنها ظهور الدابة التي تكلم الناس ومنها طلوع الشمس من مغربها حيث لا يقبل يعني في هذه الحالة توبة من فاجر ولا إسلامهم من كافر يعني في هذه الحالة هو اللي جاء أنه لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع يعني كافر ابن كافر فاجر ابن فاجر تأتي ريح طيبة وكأنها تقبض أرواح المؤمنين ثم يبقى الحثالة بقى من الناس وهؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة فلا يوجد أحد من أهل الفضل يعني يشهد هذا المشهد وجاء في الأحديث أن الواحد يكون بيعمل عمله ويقوم الساعة ويورد الإبل الميت أو يبني حوض ساعة تقوم عليه لما نحن عندنا على كل حال التوليهات النبوية أن يظل الإنسان عاملا حتى تقوم الساعة يقول الحديث النبوي إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها الفسيلة النخلة الصغيرة أو ما يسميه الشتلة يشتل هذا والساعة هتقوم اغرسها طب هو لن يأكل منها ولن يأكل منها أحد بعده ليه يغرسها يعني هذا رمز إلى أن المؤمن يظل منتجا معطاءا عاملا في الحياة إلى أن تلفظ الحياة آخر أنفاسها فهذا هو المطلوب من الإنسان حددنا بعده كيف يعني كيف يتم وكيف يبدأ وكيف ينتهي الحساب البعث البعث هو هذا الإحياء كيف يحدث الإحياء هذا من الله سبحانه وتعالى هذا هي المشكلة التي استبعدها المشركون والماديون وظنوا أن الإنسان بعد أن يموت لا يمكن أن يحيى كيف يحيى الإنسان بعد الموت واتبين القرآن أن هذا أمر بالنسبة لله تعالى ليس بشيء صعب وهو أهوان عليه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوان عليه مفروض أن الإعادة أهوى من البدء أفعيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولعل يعني العلم الحديث قرب إلينا يعني قضية الاستنساخ الآن يعني أن من خلية يعني صغيرة ممكن أن يعادل الإنسان يعني كأنه نفسه وفي عندنا الأحاديث تقول أن الإنسان كله يبلى إلا شيء صغير كده اسمه عجب الذنب حاجة في العصعوس كده يعني لا تكاد ترى يعني هذه فلعلها خلية يعني من الخلايا الصغيرة التي سيبدأ تبدأ بها الحياة وعلى كل حال الأمر بالنسبة لها تعالى إن إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده كل شيء ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فهذا يعني ما يحدث في عملية البعث والإحياء والنشور انتشر الناس من قبورهم ليحشروا بين يدي الله عز وجل يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل أول هؤما نفختان نفخ للصعق ونفخ للبعث إسرافيل الملك الموكل بنفخ الصور ينفخ نفخ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نفخ تصعق وتميت ونفخ تبعث وتحيي الكيفية لا نستطيع أن نعرف الكيفية هذا يعني فوق مستوى إدراكنا إذا كنا نحن يعني في دنيانا هذه لا نعرف كيفية الحياة نفسها الحياة نعرف آثار الحياة النمو التنفس الإفراز التعضون كذا إنما ما هي الحياة نحن لا نعرف ما هي الكهرباء إنما نعرف آثار الكهرباء فالأشياء البصائط لا نكتنه هذه الأشياء لا نعرف كنها نعرف آثارها فكيف نستطيع أن نعرف هذا نحن نؤمن بأن الله قادر على إحياء الموتة وأنه سيبعثهم من قبورهم ويحشرهم إليه عز وجل نعم هل الحشر في هذه الأرض أم في عالم غير هذا هو القرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أرض جديدة وسماء جديدة وعالم جديد لا نستطيع أن نقول إنه نفس هذه الأرض لكن ألا بيرت في بعض الأحاديث عن اقتراب الشمس فوق رؤوس الناس في المحشر وفيه بعض الأحاديث إنما إذا أخذنا بظاهر القرآن تجد أنه ستتبدل هذه الأشياء كلها بعالم آخر والشام حيسع إيه ولا إيه ويسع يعني من العالم كله الآن أكثر من ستة مليارات بدأ المليار السابع من عدة سنوات طيب من هنا إلى آدم ونحن لا نعلم كم بيننا وبين آدم في التوراة بيعتبروا الدنيا سبعة تلاف سنة أو كذا وإحنا ليس عندنا شيء من هذا عندنا إن آدم كان خلقه ستين ذراعا ثم ظل الخلق يتناقصون فشو بقى من ستين ذراع لكم ذراعي الواحد مننا الآن كم من ملايين هذه السنين البيولوجيون والجيولوجيون تحدثون عن بلايين السنين نحن لا نستطيع أن نحكم في هذه القضايا لكن كيف نقف من الأحاديث التي تحدث عن مكان عن أمكنة وعن شمس مثل هذا كيف نتعامل مع الأحاديث التي تتحدث عن حشر في مكان معين كيف نقف من الأحاديث هذه والله يعني لعلها تقصد يعني أول ما يبعث الناس من المكان الفلاني أو هذا أو كذا إنما لا يمكن أن يبعث الناس كلهم من وعد خاصة أنهم قد يخرجون من الأجداث يعني يبعثون من قبورهم طيب اللي مش مدفون في الشام هيطلع من الشام إزاي يعني يعني اللي مدفون في الصين وفي اليابان وفي جنوب أفريقيا وفي استراليا ونيوزلندا يعني خلينا حتى مع المنطق يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة